الدستور ودي المعركة القادمة اللي احنا في انتظار نتائجها يوم 17 المفروض في جلسة لمجلسة الشعب والشورى علشان يحطوا يبتدوا يقولوننا يعني قواعد اللي اتفق عليها وكل فصيل داخل مجلس شعب والشورى اتفق عليها علشان نحط لجنة المية ده يوم 17 ويوم 24 يكون في جلسة تانية علشان بقولوننا لجنة المية ده الجدول الزمني اللي انا عرفاه وهناعرف تفاصيل اكتر بقى عن لجنة المية ما هو متوقع الاغلبية عاملة ازاي البنود والتفاصيل اللي داخل هذا الدستور المفروض انه بيعود معانا شوية يعني ما بيعودش يومين تلاتة وبيخلص الشرفني يكون معانا استاذ سعد عبود عضو مجلس الشعب نهارك سعيد اهلا بني سيد النائب كده يعني احكي لي حضرتك كان انطباعك ايه بعد الجلسة اللي فاتت اللي هي كانت يوم السبت اللي فات اول جلسة لمجلس الشعب والشورى مع بعض مجتمعين يعني هو فيه الصراع الاصل في البرلمانات الصراع لانه بتعبر عن مصالح متضاربة في النهاية بنحتكم للتصويت والتصويت هو اللي بيحسن هذا الامر تمام اما في هذه المرحلة واما فيما يتعلق بالدستور فعلينا انه نحي الصراع جانبان يعني الامر في هذه المرحلة يتعلق باني مصر راحة فين اما ان نسلك طريق نبني به مصر حديثة او نتوجه الى الهوية ونحن لا نريد بانفسنا وبلدنا ان نذهب الى الهوية هذا فيما يتعلق بمصر باذا البرلمان بغرفتي ببرلمان المرحلة من المفترض او ما ينبغي ان يكون وليس برلمان حزبي فيما يتعلق بالدستور ايضا الدستور ده وثيقة جامدة قانون اساسي لاي دولة او لاي وطن بيوضع فيه العنوين الرئيسية والمؤشرات الرئيسية نحو مستقبل هذا الوطن جامد يعني عصية على التغيير والتعديل بسهولة وبالتالي لا ينبغي ان يحتكم فيه الى اغلبية هذه الاغلبية اليوم قد تكون العام القادم اقلية يجب ان يحتكم فيه الى كل فئة الشعب الى توافق مجتمعي على اعلى ما يكون حتى تظل هذه الوثيقة وثيقة اساسية يجد فيها كل مواطن طموحاته امان وصالحة انها تقعد فترة طويلة وصالحة لانا الدستور من احد عيوب الدستور ان يتم تعديله بسرعة طيب الجدول الزمني الوضع من قبل رئيس مجلس شعب دكتور سعد الكتاتني اللي هو فيه يوم 17 فيه جلسة اخرى المفروض نحط الشروط الاساسية لاختير لجنة المية لو انا فهمها صح ويوم 24 خلاص هنضع لجنة المية ده كنام ده صحيح؟ اعتقد صحيح لانه المقترحات بالنسب لجنة المية وتمثيل داخل لجنة المية المية مفتوح لغاية يوم الخميس تمام اجتماع اللجنتي العامة لمجلسي الشعب والشرع يوم السبت بإزلاع عشر نتلقى هذه الطلبات ويوم 17 اللجنة العامة ويوم 24 لاختيار الجمعية يسمى حطة جمعية تأسيسية جمعية تأسيسية احنا بنسميها بشكل درج لجنة المية لجنة المية هو جمعية تأسيسية ولفظ معبر جمعية تأسيسية معبر صحيح طيب الجمعية تأسيسية هناك تخوف انها تبقى للاغلبية يعني طبعا حدك قلت للمفروض يحصل ولكن هناك تخوف حقيقي في الشرع المصري او عند بعض الطائرات مش عايز اقول عن شرع المصري عشان ما بقش يعني بحجر على رأيي الناس انه يتم يبقى الأغلبية في لجنة المية او الجمعية التأسيسية لوضع دستور يبقى من الاسلام السياسي او منطيار الاسلام السياسي وبالتالي لان ده لنحن نسمعنا تصريحات انه الحرية والعدالة قال 40% من داخل مجلس الشعب والشورى و60% من الخارج حسب النور عنده تصريحات اخرى وبالتالي احنا مش عارفين هل ممكن نلاقي لجنة المية 80% منه او 80 عضو يعني بينتموا الاسلام السياسي و20% فقط هم اللي لا ينتموا الاسلام السياسي احنا نتمنى ان يكون التوافق يشمل الجميع وانا نتمنى ان نحي فكرة الأغلبية عن هذا عن صياغة الدستور لان فكرة الأغلبية هتبقى محل هجوم وسوف تؤدي لعدم التوافق واحنا هدفنا الاساسي هو التوافق وانا بغيب بالذين يملكون الأغلبية ان نقول لهم ان الوطن الان يحتاجوا الى الجميع وان عليهم ان ينحي أغلبيةهم جانبا واذا ارادوا ان يعبروا عن أغلبيةهم فليكن في القوانين اما في الدستور فدي مسألة تستعصي على ان الأغلبية تتحكم فيها واحنا عايزين احنا وقعنا جميعا حوالي 40 او 45 حزب على وثيقة التحالف الديموقراطي هذه الوثيقة بالاضافة لوسيقة الأزهر يصلحان لان يكون عنوانا للمواطنة المصرية مبادئ عامة تحكم الشعب المصر حق المواطنة حرية العبادة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية هذه كلها لا احد يختلف عليها مدنية الدولة المادة الثانية من الدستور باعتبارها ان الشرعيس احد مصادر التشلاحة لا احد يختلف عليها اما فكرة البعض الذي يتحدث على ان مدنية الدولة تراد في العلمانية كلام غير مسؤول وغير دقيق لان مدنية الدولة لا علاقة لها اطلاقا فكرة العلمانية التي طرحت من البعض ده اللي احنا عارفينه وده اللي احنا بنقوله انه مدنية الدولة لا تعني إلحاد الدولة ولا تعني ان الدولة لا دينة لها ولكن في الواقع انه لو بنتكلم حتى وده اللي تم استخدامه وقت استفتاء 19 مارس وقت الاستفتاء على تعديلات الدستورية انه الناس كنت لما تابل حد في الشارع يقولك لا ادوى عزين دولة مدنية استغفر الله العظيم وكانها سبة وكانها يعني يرجع لحجد غير سليم أو توسل بوسائل بلوغ نتائج بشكل اعتقد انه بنادينه طبعا لانه يجب ان نعطي للمواطن المصري المعلومة السليمة لكي ياخذ قراره السليم فاحنا اعتقد المرحلة علينا جميعا لنتجاوزها وانا بأعتقد ان الشعب المصري واعي ورشيد ويجب الله تنطلي عليه مثل هذه الامر نتمنى هزا ولكن التخوفات بعد التجربة خلال السنة اللي فاتت دي هي المسيطرة شوية لأقرب مساحة التخوف موجودة طبعا وانحنا بنحاول يعني نسد هذه الفجوة بنحاول نقف ضد هذه المقولات لانها مقولات غير مسؤولة نحن نواجه جميعا مستقبلنا ونحن جميعا في مركب واحد ولن ينجو احد اذا ما سفينة الوطن تعرضت لمخاطر طيب وحدتك بتقول في بعض الاشياء الاساسية اللي لا يختلف عليها اتنين ووقفنا عند مدنية لانه في ناس فهمها غلط وانها لا تعني هذا بس كمان طيار السلفي عايز يغير في المادة اتنين انه ما تبقاش مبادئ الشريعة الاسلامية وتبقى احكام الشريعة الاسلامية طبعا بسألة يعني اذا كان لهم وجهة نظر اعتقد على الاخرين ان يصتوبوا هذه وجهة النظر لان مصر طول عمرها دولة اسلامية ومصر ثقافتها ثقافة اسلامية ومحدش يعني واكبر بلد فيها مساجد في العالم الاسلامي كله يبقى اذا دولة مسلمة يعني دولة مسلمة ولا دولة اسلامية يعني دولة مسلمة مصر الشعب المصري شعب في اغلبيته مسلم وفي اغلبيته مسلم ولكن ايضا احنا بيشاركنا في دينة الاسلامية اخوة مسيحين ايضا لهم حق المواطنة ولهم لنا وعليهم علينا واذا كان النص الديني بيقول لكم دينكم ويدين فانا الوطن بيقول لهم لنا وعليهم علينا انا عايزة تتكلم وجهة نظر حضرتك ايه اهم البنود اللي لازم يتضمنها بعيدا عن اي تخوفات اللي لازم يتضمنها الدستور مصر القادم اللي هيقعد معنا شوية حلوين يعني اللي احنا مش هنغيره بكرة الصبح ولا كمان كم يوم ايه اهم البنود اللي حتك شايف انها لازم تبقى موجودة في الدستور احنا عندنا ثلاث محاور عتا قطية اللي سوف تأخذ منها جدلا كثيرة فكرة مدنية الدولة طبعا فكرة مبادئ الشريعة وحكام الشريعة ده نمر واحد بالنسبة لباب الحقوق والحرية العامة لو ألغينا التعديلات اللي تمت 2007 باب يعني بيعالج مسألة الحرية العامة معالجة جيدة في الدستور الملغي بالاضافة لبعض الصياغات البسيطة بالنسبة للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية معالجتها جيدة ولكنها كالفكرة التطبيق كان سيئ يتبقى رئيس الدولة وفي نفس الوقت يا رئيس الجمهورية صلاحياته هتكون إلى أي مدى أعتقد نحن داخلين على نظام برلماني رئاسي بصلاحيات مقيدة يعني الرئيس ليس مطلق الصلاحيات عندنا 34 صلاحية لرئيس الجمهورية في الدستور 71 لابد أن نعيد النظر فيها ونقلص هذه الصلاحيات وفي نفس الوقت لا نفقد قدرة رئيس الدولة لأن مصر دولة تحتاج لرئيس في المرحلة الحدي قادر وصحب قرار يبقى بالتالي إحنا عايزي رئيس ما نجعلوش فرعون مرة أخرى أو ما يستفردش بينا ويستبد بينا من خلال نصوص دستورية وفي نفس الوقت يكون رئيس قادر على اتخاذ القرار بالنحية التانية والمهمة جدا وهي أيضا وضعية القوات المسلحة بالله أشك القوات المسلحة مؤسسة وطنية ولها بصمتها في تاريخ الحياة السياسية منذ عربي إلى الآن وبالتالي لابد أيضا أعتقد هتاخد برضو مساحة من الجدل حولها حولها أعتقد دي المحاور حولها من حيث الميزانية زي ما كانوا متروح من حيث شيئين ولا من حيث صلاحيات في العمل السياسي ؟ لن تعمل بالعمل السياسي هي لا جدالة فيها القوات المسلحة وظيفتها الدستورية هو حراس الحدود والوطن من luego العمل السياسي لا تعمل لا عايز يستغل بالعمل السياسي استقيل ويستغل بالعمل السياسي من ناحية الموازنة سلامة الانفاق على بنود انفقات القوات المسلحة كيف يمكن أن تناقش مع أغزف الاعتبار أنها مؤسسة لها طبيعة خاصة من حيث الأمن القومي ممكن منقشة تأخذ منحة ممكن سيري إذا اقتضى هذا الأمر والناحية الثانية هو فيه مطالبات بحصانة بعض الحصانة للقوات المسلحة وهذا مبدأ مرفوض لا يمكن الموافق عليه لا يوجد أحد حصانة بمعنى إيه فمي؟ بمعنى إنها لا تساءل أمام البرنامج بمعنى خروج الآمن يعني فكرة مزعجة للجميع وإحنا ما وصلناش إلى مرحلة الخروج الآمن إنما لا أصد حصانة المؤسسة أوليس حصانة الأفراد مسألة دي لا فرد ولا مؤسسة بعد صورة 25 يناير أن يتمتع بأي حصانة بعيداً على رقابة الشعب المصر في اعتقد ثلاث محاور الأساسية اللي هي من الممكن أن تأخذ مجهوداً في صياغتها وفي التوافق عليها هو المفروض أنا معرفش بقيت الجدول الزمني بس مفروض نحن نقعد قدي لجنة المية تجتمع لغاية ما تعمل الدستور مفروض خلال ستة شهور تمام خلال ستة شهور ممكن قبل كده يعني ممكن قبل كده سقف الحد الأقصى خلال ستة شهور وأعتقد إحنا لو صدقة النواية والأرادة كانت متوافرة والتوافق تم سريع ممكن نخلص الدستور في ظرف أسابيع بسيطة يعني آلا إنه برضو إحنا إحنا قاعدين أراها الصوم صباحاً ومساءاً يعني وحفظين الأمور عندنا دا ستير تانية ودا ستير عالمية ويجبنا دا ستير مصر كلها ودستور ربع وخمسين لازلنا مطبق الدستور في حاجات كويسة جداً ومن الممكن مع صدق النواية والإرادة السليمة على توافق أعتقد ممكن ننجز هذا الأمر طبعاً مش بنختار حاجة من الصفر يعني نختار حاجة معقولة مش هنعيد اختراع العجلة زيباً ليه أنا بسأل لأنه إحنا عندنا انتخابات رئاسية قادمة خلاص فهل معنى كده أنا ممكن يبقى الرئيس بيمارس مهامه وإحنا لسه ما عندناش دستور طبعاً إحنا حوضع ما هو ده السؤال المطروح وعطينا العرب أمام الرصاني وخلاص أمر لا نفذ نفكي على بقى المسكو وكما مفروض من الأول الدستور تعمل والمؤسسات تبنى على هذا الدستور وبالتالي إذا أسرعنا في وضع الدستور بحيث أن رئيس حينما يتقلد منصبه ويجد الدستور ويحدد له وظيفه يبقى عارف وراح يقدم يبقى أنجاز حد ذاته هو عارف ومنتخب يعني فيه البعض من المرشحين قالوا له تعمل دستور وليست هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية وإذا حوال رئيس الجمهورية إلى مجرد رئيس بروتوكولي في ناس مش هتدخل هتعزف صحيح هل توقع أنه ممكن الرئيس القادم يتدخل في عمل لجنة المئة في الوقت اللي هما يبقوا فيه يعني بيشتغلوا مع بعض أعتقد صعبة لسبب بسيط جداً لأن مصر بعد الصور اختلفت عن مصر داكت أمنيات يا فندم بردو بس نحن نشوف نشتغل على الارض بقع أوي لسيط برلمان برلمان يعني برضو يعني الأمور ليست شعب مصر صاحي وحاضر برلمان برضو يصعب عليه أن يتقبل هذا إنما من الأحسن والأجداء أنه ننجز الدستور قبل قبل الرئيسة سؤالي هو مرة تانية هل لو كانت لجنة الصيغة الدستور جماعيات تأسيسية الوضع الدستور ما كانتش خلصت عملها في وضع الدستور هل نتوقع أنه قد يحدث هناك تدخل من قبل الرئيسة المنتخمة أنا لو أصبحت عضوا في هذه الجماعيات تأسيسية لن أسمح بهذا هتقول لنا لو دا حصل لن أسمح بهذا أبل لن تسمح أيها بس في الآخر هواعلنه للشعب من مصر هتوعلن دا نعتبر دا وعد طبعا طبعا دا مؤكد هرجع تاني لجنة المية وتوقعاتنا للتأسيمة اللي هتحصل في الميت شخص أو الميت عضو اللي هيدعى الدستور هل متوقع أنه يبقى فيه فيه مطالبات أنه يبقى فيه تمثيل للشباب أنا أول ما انطلبت صحيح هل حالك متوقع أنه فعلا فيه مجموعة من الشباب لهم لم يستطيعوا أن هم يدخلوا مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو لم يستطيعوا أن هم يبقوا مشاركة برلمان 71 شكلت تحط طلبك أنه فيه عنصر من الشباب موجود من الطلبة برلمان 71 فإحنا لنا سوابك جميلة في هذا الوضع فكيف يمكن بعد الثورة ويستورة الشباب أن تجاهل الشباب فده مسألة أعتقد يجب وفيه المقترحات من المؤكد أنها تصب في هذا الاتجاه وأعتقد أنها تؤخذ في الأعتبار فممكن نلاقي شباب ممكن نلاقي بابا إيتي الفئات المهمش طلبته سابقا وسأطالب وأنا عضو في اللجنة العامة وسأطالب بهذا إن شاء الله لو لما يحصل الدستور إن شاء الله هل ده معناه أنه نحن نتوقع أن مجلس الشعب يتحل ونعمل من انتخابات جديدة ممكن وممكن لا يعني بس ده فيه مادة اسمها مادة انتقالية كانت موجودة في دستور 71 حينما صيغة دستور 71 وضعت مادة انتقالية بين يستمر الرئيس الأسبق محمد أنور السلام يستمر يكمل مدته والدستور نفسه يكمل مدته البرلمان يكمل فالمادة تتوقف على اللجنة اللي بتصيغ الدستور إذا وضعت هذه المادة الانتقالية سوف يكمل المجلس مدته تمام ولو ما حطتش المادة دي وهو غير متوقع نحق رئيس أن يحل المجلس طبعا لأنه ندخلين في مرحلة جديدة مرة تانية بنتوقع طبع أكيد المتوقع أنه لجنة سيغة الدستور هتحط المادة دي علشان تكمل من المتوقع لسببين لأن الانتخابات أولا عبرت تعبير حقيقي عن الشعب مصري هكذا شافنا عبرت تعبير حقيقي بنسبة 80-85% سيكون هناك بعض هامش من التجاوزات موجود إنما بالنسبة عبرت أعلى تعبير في تاريخ القياة السوسية المصرية مش هقول 100% فيش حاجة باسمها 100% إنما أعلى تأبير 30 مليون حضروا في وقت اللي كانت بتتظاور فيه الانتخابات لم يكن رقم ده بيبقى موجود لأنه صحفا أنه بتتتظاور الإنتخابات دي ما فيش تدوير وكل ناس مهمية الإنتخابات أجهادت الشعب المصري الإنتخابات عبق على الموازنة العامة الإنتخابات عطلت مرفق القضاء لمدة سنة فإذن ليس من السهل إنما الإنتخابات بتعتبار صورة صغيرة يعني الصورة الكبرى اللي بتغير المجتمع هي برضو صورة صورة فانتخابات ضخمة جداً بعباها هل الشعب قادر على أن يعيد تكرار هذا المشهد بعد ست شهور المسألة فيها كلام صعب أساساً في دوستور جديد بقى ويبتدي على ما يبيضى يعني زين ما بيقوله ما هو كنا لو عملنا من الأول كلا كنا رتمنا الأمر في شكل أجول إنما أعتقد فيه صعوبة لهذا حتى الرئيس نفسه لو فيهجت صعوبة لو إحنا كنا في اللجنة في الجامعية وما أعطنا لش هذه الممكنة يعني ما حطت نشق خيط بالمادة الانتقالية أعتقد برضو هو هيجت صعوبة في أنه يحل المجلس المواقبة السياسية حين ذاك تقتضي أنه يترئيس طيب آخر حاجة أسأل حياتك عليها بنا نتكلم على حل المجلس بعد الدستور بس فيه كلام على أنه فيه طعون مقدمة علشان التلت الفردي أنه التلت الفردي تزحم عليه كمان أعضاء الأحزاب ولو ده طلع حكم نهائي بالكلام دي معنى كده أن التلت المجلس باطل التلت الفردي ممكن يبقى يعني معظمه باطل للأشخاص اللي هما بينتموا الأحزاب حين هما كان عندهم التلتين القوائم تتوقع أن ده ممكن يبقى الشيء اللي يؤدي إلى حل مجلس الشعب ولا ده هيبقى ساعتها موقف المجلس من قرار محكمة زي ده إيه؟ لا الأحكم بتصدر لتنفذ صدر حكم بهذا الشكل يبقى لابد وإحنا لنا سوابق في هذا يعني 84 و87 صدر حكم بعدم دستورية المجلس لها اعتبارات أخرى يعني إنما مسألة التلت والتلتين فيها كلامي يعني برضو ممكن موازنة مطروكة للمحكمة دستورية إنها توازن بين هذا الأمر وإذا سأصدرت قرار يجب أن يكون محل احترام صحيح وفي الحالة دي بالعامة إني ما هيصدر إمتى أعتقد هيصدر بعد ليس شوية أه بعد مرحلة أعتقد ليست قصيرة يعني ناية بسعد عبود بشكل عام حيثك متفائل يعني؟ اه تفائل بكرة الشعب مصر صحيح وإحنا لما قررنا صورة مصر بصورات العالم حجم الفوضى اللي موجود في مصر أقل من أي صورة شعبية حصلت في العالم أكد مجازر ومذابع حائلة وعملية تطهير بدماء كثيرة جدا في بعض الأحداث بتحسس وكاد بتحسس أيام النظام السابق وبتتكرق قد يكون مشهد أكثر قد يكون الإعلام بضخم من هذا المشهد إنما إحنا طبعا نريد أولا نمرت واحد من أي حكومة سويا الحالية وهذا ما نؤكده في من أؤكده في الرد على بيان وبرنامج الحكومة إحنا مطلوب تحقيق الأمن أولا لو تحقق الأمن كل الحاجات هتتعدل أستاذ سعد عبود عضو مجلس شعب شكرا جزينا عاجودك معنا النهاردة ولينا لقاءة تانية بقى بعد ما لجنة المئة تتشكل إن شاء الله سعادة أبيكم خلصت حلقتنا النهاردة وحوارنا عن جامعات تأسيسية أو لجنة المئة مش هيخلص لأن إحنا عادين معاهم شوية لغاية ما نشوف دستور مصر القادم هيبقى عامل إزاي خلصت حلقتنا النهاردة ويا ربي بنهار سعيد سبعة الفترة